السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سريف حسناء نتمنى ان تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احوال طيب ان شاء الله كما كتلاحظوا نزولا عند ضلاب الاخوات درت ليوم الشربة العدس الاحمر اللي صراحة جدا مهمة في هذه الاوقات تناولوها دوزل مكونات الطريق عندي البنات هنا ازلافة ديال العدس الاحمر يعني 250 جرام ديال العدس الاحمر اللي مخصول مزيان بصلة كبيرة مقطعة جوجد روز ديال التوم نصف معلقة كامون ملح عندي ناي شوية ديال الابزار وعندي القركم تقريبا نصف معلقة ونصف معلقة تقريبا ديال التحميرة ومعلقة كبيرة دير الزبدة هدو هم المكونات اللي غنختم بهم البنات اللي عدس دروري تغسله حتى ما كيبقاش يطلق ديك النشا دياله دوزل طريق بتناخد الطنجرة غندير فيها الطريقة ديال الزبدة تقريبا معلقة كبيرة عامرة مزيان ديال الزبدة اي نوع كيما بدليكم ديال الزبدة بإمكانكم تخدمو به مكانش الزبدة خدموا بالزيت العادية وبعد ما تدوب الزبدة البنات غدا نضيف البصلة يعني حبة من البصل المقطعة مكعبات وغنضيف التوم اللي حكيتهم مزيان جوش دروس دير التوم حكوكي مزيان ندرتهم مع البصلة غير ما بانو شو ما يادوك راو ما بنات والملح صافي وغنقص البوطة ونخلي هاد البصلة حتى يتدهب اللون ديالها عندو زون كمبلوا تتمة المكونات خليكم معي وكيما كتلاحظوا هاي البصل قربت يعني اتدهب اللون ديالها باش نكملوا تتمة المكونات كيما كتلاحظوا لبنات بعد ما اتدهب اللون ديال البصل والتومة اضفت العدس اللي صراحة مهم جدا الجسم ديالنا اللي ان شاء الله هندكر لكم الفوائد دياله في اخر الفيديو وغدا نضيف الماء المال كافي اضفت غير الماء باردة لناس صافي وغندير العطرية اللي فيها الكامون والخرقوم عرق اولا الكركم شو يدي الابزار الفلفل اسود والتحميره ما درتهش لانني كتنسيتها ضفتها حتى بده كي طيب العدس عدا تفكرتها وضفتها صافي وكتسدو الكوكوت وكتخليو هاد العدسة كي طيب مزيان عاد كندوزو نطحنوه يعني في الطحان الكهربائي صافي تكون واجدين ما كانش طحا الكهربائي نديرو غير يعني اللي سنتحنو فيها ما طيش دياليد حتى هي كتقوم بنفس الدور كيما لاحظتو درت كامون اللي بزار الكركم والتحميره كن اكد ما تنسواش ديروها حتى هي صافي وغنسد على هذا الشيء بالمي طيب نتلقى معكم ان شاء الله في المرحلة التالية خليكم معي وهنا البنات ها هو العدس طابي يعني ما خصكمش تخليو فيه نسبة ديال لمك كتيرة يعني اللي غيجي هو هاداك ميجيش تاني مطلوق بزاف كيكون بينوين غدا ندوز دبان نطحنو العدس ونتلقى بكم اذا البنات كن ناخد الخلاط صافي غندير في هادا العدس اي حاجة عندكم يعني كنت تمكن ان تمكنكم انها تسحق مزيان الخضر والقطاني خدموا بيها صافي كان عتدر لان الصورة كانت قريبة بزاف لان تليفون كان شوية ميل كنتمنى الصورة الفكرة تكون وصلت صافي كانت طحنو عادي كما كتلاح توليبنات على هادا الشكل هادا صراحة تجي كيجي لديد بالزفل واحد درجة كبيرة بها الطريقة هذه ان شاء الله مني تجربوها تبقى معتمدة عندكم وفوائد العدس الأحمر كثيرة او ما يسمى بالحبة الدهبية اللي عندها فوائد كثيرة على الجسم وعلى الجهاز العصبي وعلى الجهاز المناعي اللي ان شاء الله غدا تستفدو منه كما لاحظوا البنات صبيت الشربة ديال العدس لاحظوا يعني ما عندنا تشي حاجة اللي غدا غير كنتأكدوا لانه رأى الشربة صافي مزيان صافي كان كون كملت وهذا هو القوام ديال الشربة ديال العدس الأحمر كتكون على هادا الشكل ما كتكونش يعني جارية بزاف وما كتكونش يعني قاصحة بين وبين في الوسط ويعني نحاولوا نتأكدوا بأنها هي النسبة ديال الماء اللي ما غنزيدوش من بعد كما بقليكم يعني كتكون كافية من منطحنوش عدا نزيدو الماء يعني إلا كان مازال خاص للماء في الشربة نزيدوه وحنا مازال مطحنناش وهذا هو الطبق ديال تقديم البنات يعني كيبقى لكم الحربة فرية في التزيين يعني اللي بغيته أنا خديت غير ما عنديش الخبز المحمص إنما خديت غير شوية ديالتريد كان عندي في تلاجة في الفريقو ورشيته بشوية ديال الزيتون والزعتر للبلدي ودخلت الفران حتى التقرمش صافي من بعد خرجت هات الخبز وكسرته مبيين إيدي حتى أعطاني هات الشكل هادا واللوز كان عندي وحشوية دياللوز مالح لتوهر مش توزين كيبقى لكم الاختيار في التزيين ولكن الفوائد ديال هادا العدسة لبناترا مهم ماء العدس كيما قلت لكم جميع الأنواع دياله عنده فوائد كثيرة على الجهاز العصبي على الجهاز المناعي فقر الدم الأسنان يعني غير يستغلو اننا نحاولو ندخلو هاد الانواع ديال القطاني بالأكل ديالنا سبحان الله هالبنات كيان انواع كثيرة من العدس هاد العدس الأحمر كي العدس البني المعروف عندنا كي العدس الأسود كي العدس الأسود أعفوا وكل ما اختلف اللون كتختلف يعني الفوائد الصحية اللي فيه بحيث ان العدس كيكون غني بالمعادن الأساسية المتنوعة مثل النحاس بوتاسيوم فوسفور الفيطامين بي وكيقي سبحان الله من الأورام السرطانية ومعالج للأنيميا ومفيد لسيدات الحوامل وأي حاجة للناس ما واضحاش أي حاجة من فوما تخلي ولي ان شاء الله في التعليق قد نجاوبكم على بإذن الله كنت مننا الوصفة والفكرة تكون نالت إعجابكم ان شاء الله تجربوها بصحة والراحة ومبقى لي إلا نقول لكم صلى الله في رأسكم بسف بسف وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى